السقر أطول أنواع الطيور عمرا فعندما يبلغ أربعين عاما تعجز أظافره من الإمساك بالفريسة ومنقاره شديد الانحناء وأجنحته ثقيلة ويصبح الطيران في غاية الصعوبة هذه الظروف تضعه أمام خيارين إما أن يستسلم للموت أو أن يخضع نفسه لعملية تغيير مؤلمة تتطلب هذه العملية أن يقوم السقر بضرب منقاره على الصخرة بشدة حتى تنكسر وينتظر حتى ينمو المنقار من جديد ثم يقوم بكسر مخالبه أيضا وبعد أن تنوى مخالبه يبدأ في ريشه القديم بعد خمسة أشهر يطير السقر في رحلته الجديدة وكأنه ولد من جديد الآن هل أنت في حاجة إلى التغيير ترجمة نانسي قنقر